موسيقى 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 أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الشهر نحتفل في أيام الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح في هذه الحلقة سأتكلم عن أسماء المسيح أو أسماء المسيح عند الميلاد فالمسيح شخصية متميزة شخصية فريدة من نوعها لا مثيلة له واحد من نوع المسيح ليس كان شخص أنزل عليه الوحي أو أنزل عليه شيء معين وابتدأت تظهر شهرته أو أعظمته لكن كل تطلعات الأزمان منذ الأزل كانت كل التوقعات لمجيء المسيح لأجل هذا إذا بتتذكره عملنا حلقة عن يسوع ابن الله وذكرت أنه أنه المسيح له الطبيعة الإلهية وله الأعمال الإلهية وله أيضا الأسماء الإلهية والجدير بالذكر أنه كثير من هذه الأسماء ذكرت إما عن طريق النبوات التي تنبأت عن مجيء يسوع المسيح أو خلال ولادة يسوع المسيح أن دلت على شيء بتدل على عظمة يسوع المسيح وتميز يسوع المسيح وأنا اليوم عندي اجتهاء ورغبة أنه أتكلم عن هذا الشخص الفريد اللي بحبه والمخلص والرب على حياتي اللي أنا بتمنى كل مشاهد أنه يختبر يسوع المسيح الحي في حياته اليوم ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل سأواصل حديثي سأواصل حديثي سأواصل حديثي سأواصل حديثي أسماء المسيح عند الميلاد من أين أبتدأ؟ فرسالة الميلاد لم تكن رسالة مجرد خلال التاريخ المعروف فكانت في فكر الله الأزلي قال رسول بطرس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولد نس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم وأيضا الكاتب إلى العبرانين بيتكلم عن يسوع المسيح بروح أزلي قدم نفسه فهنا أحبائي منشوف أزلية المسيح ومخطط ولادة المسيح وفداء المسيح كان في فكر الله قبل الأزمنة قبل مجيء الزمن قبل ما خلق الملائكة قبل ما خلق الإنسان قبل ما طبعا يعني خلق آدم وحواء عندما اكتمل التاريخ في ملء الزمان جاء المسيح يسوع وولد في ملء الزمان أحبائي أسماء كثيرة ممكن نتكلم فيها عن يسوع المسيح من خلال كلمة الله وطبعا هذه الأسماء بتعبر عن صفاته بتعبر عن عمله وبتعبر عن طبيعته أيضا خليني أبتدأ أحبائي بنبوة مشهورة اللي دايما منقتبسها في عيد الميلاد وهي بتتكلم عن طبيعة يسوع وبتتكلم عن عمل يسوع وبتتكلم عن شخص يسوع وبتتكلم عن هوية يسوع المسيح وهذه النبوة أحبائي سبعمائة سنة قبل الميلاد تنبأ الشعياء عن المسيح وأعطى هذه المواصفات في صحاح تسعة والآية ستة والآية سبعة يقول الكتاب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ولملكه ليس له نهاية فإذن من هذه الآيات أحبائي لاحظ النبي إشعياء يبتدأ ويقول إذ عجزت الكلام وعجزت الأوصاف كيف أوصف هذا الشخص الفذ الرائع البديع الفريد كيف أصف يسوع المسيح فوضعها بكلمة وحدة قال يدعى اسمه عجيبا كيف ما بتطلع على شخصية يسوع المسيح بتكتشف تستنبط تستشف تستلهم أنه هذا الشخص فريد من نوعه بتكتشف أنه هذا الشخص لا مثيل له واحد من نوع مثل ما أنه دي أن إفي كل شخص بيختلف عن أي شخص آخر ومثل كل بصمة إصبع بتختلف عن أي بصمة أخرى وكل قطر التلج بتنزل تختلف عن أي قطرات أخرى فالمسيح هكذا أحبائي لا مثيلة له فيسمى الإبن الوحيد الإبن الأزلي إبن الله فيسوع المسيح أحبائي هذه المواصفات بتعبر عن جمال يسوع بتعبر عن أوصاف يسوع بتعبر عن كمال يسوع المسيح يدعى اسمه عجيبا وبتعرفوا أحبائي يسوع عجيب في كل شيء إذا درست طبيعته بتكتشف أنه طبيعته عجيبة إذا درست أعماله تكتشف أنه أعماله عجيبة إذا بتدرس أسماءه تكتشف أنه أسماءه عجيبة ومتميزة إذا بتدرس حياته تكتشف أنه هي عجيبة خالية من أي خطية قدوس بار منفصل عن الخطى إذا بتدرس عن هوية وشخصية يسوع المسيح فتحتاج كل مكتبات العالم تحتاج كل العصر وكل الأزمنة وكل الأبدية حتى تتكلم حتى توصف هذا الشخص الرائع البديع شخص رب يسوع المسيح فالنبي إشعياء قال يدعى اسمه عجيبا فكيف تصف يسوع المسيح؟ وكيف تتحدث عن يسوع المسيح؟ وأي أوصاف تصف فيها هذا الشخص الرائع يسوع المسيح؟ فلاحظ بتشوف هوية يسوع المسيح من خلال آية وحدة مكتوب يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا هذا الذي ولد في بيت لحم مكتوب عنه لأنه يولد لنا ولد ولا وضحت في حلقات سابقة أنه حاشى لأي فكر مسيحي أنه يؤمن أن الله يتخذ صاحبة وأن يكون له ولد هذا فكر جنوني هذا فكر متعصب لا يوجد أي مسيح في العالم يؤمن ويصدق هذا الشيء وعندما نذكر هذا الشيء تعتبر إهانة موجهة ضد الله إهانة موجهة ضد شخص المسيح إهانة موجهة ضد كل مسيحي موجود في هذا العالم لأنه تتكلم عن شيء غريب بيختلف عن إيمان المسيحيين وعن عقيدة المسيحيين فإذن أحبائي عندما نصف الرب يسوع المسيح يقول عنه اللي ولد هو أيضا إلها قديرا إلها قديرا ولاحظ أنه بتشوف هون الطبيعتين بتشوف المسيح الإنسان الكامل بالطبيعة الإنسانية بكل إنسانيته حتى يتعاطف مع بشريتنا ومن ناحية أخرى بتشوف كمال المسيح أيضا مش كإنسان كمال المسيح كإله لأنه ابن الله هو الإله القدير هو الإله الذي ظهر في الجسد إنسان كامل إله كامل في شخص واحد يسوع المسيح هذه الأوصاف وصفها النبي الشعياء اليهود اللي يؤمن بوحدانية الله هذه الأوصاف اللي تكلم عنها الشعياء لا أعتقد أنه كان يدرك هذه الأوصاف في هوية شخصية يسوع المسيح ويسمي أيضا رئيس السلام فالمسيح يدعى ملك السلام يدعى رئيس السلام رب السلام يدعى أيضا إله السلام إله السلام يقدسكم إله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا والكتاب يصف يسوع في العهد القديم يهوى شلومينو يعني يهوى سلامنا وفي العهد الجديد في أفسوس صحة 2 يسمي يسوع المسيح لأنه هو سلامنا صانع سلام ومبشر بهذا السلام هذه الأوصاف أحباء قيلت عن المسيح الذي ولد في بيت لحم يدعى اسمه عجيبا وهذا الاسم أحباء مش مجرد أي اسم اسم قوي اسم عظيم مكتوب عنه كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا فهو فوق كل اسم ورياسة وسلطان يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا من خلال هذا الاسم تستطيع أن تحقق أمور عظيمة خليني أنتقل لنبوة تانية النبي الشعياء بيتنبأ أيضا في الشعياء إصحاح 7 والآية 14 عم بيتكلم للملك أحاز ملك يهوذة الملك الشرير وبيطلب منه اطلب نفسك آية والملك الشرير رفض آية لأنه كان بيطلب آيات المخادعين والمشقشقين والعرفين في أيام فإشعياء عم بيدعوه أنه يطلب من الرب فقال له إشعياء السيد نفسه يعطيك يعطيكم آية علامة يعني فهذه العلامة ستكون مباشرة من الله هل عذراء تحبل وتالد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل والبشير متى بيقول الذي تفسيره الله معنا هل أحسست بقوة هذه العبارة الله معنا للأسف كتير مرات يستخدم اسم الله في الحروب في النزاعات في المشاكل في الخطية في الشراسة في النجاسة في الغزوات في الدبح وبيستخدم اسم الله العظيم لمقاربهم الخاصة ولزروفهم الخاصة لكن هل الله مع الطاغي ومع المجرم والسفاح والقتال والعنيف كل هذه الصفات صفات الشيطان هذه الصفات فقط للشيطان فهو المكار وهو القتال وهو الذي يريد أن يدمر ويهلك أنفس الناس لكن تخيل معي عندما تسمع كلمة الله معنا شو الإحساس اللي بدور في داخلك شو التفكير اللي بييجي في بالك تصور هذا الاسم العظيم أعطي للطفل يسوع في بيت لحم إنه الله معنا طبعا فيه أوصاف تانية قيلت عن يسوع المسيح مثلا عندما رنمت الملائكة جوقت الملائكة في بيت صحور في حقل الرعاة وعندما قالت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة المجد لله في الأعالي هذا المجد أحبائي حل في وسطنا يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا الله معنا الرب كان مع شعبه في القديم لكن كان يظهر مجده في أوقات معينة في خيمة الاجتماع في الهيكل في التدشين الهيكل عندما صار مع الشعب القديم في البرية كان يسير أمامهم بعمودة من نار وكان مجد الرب يحل في وسط شعبه لكن في العهد الجديد مكتوب ورأينا مجده وعندما أراد أن يصف الكاتب إلى العبرانيين هوية وشخصية يسوع قال عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته الله معنا إنها تعزية إنها رجاء تعبير عن وجود الله عن حضور الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل عصر ومكان وزمان أيضا قال يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في وسطهم فإذن أي اثنين أو ثلاثة في الصين في اليابان في أمريكا في السعودية في مصر في فلسطين في أي بلد في العالم ألاف الاجتماعات بيصلوا الرب يسوع حاضر في كل اجتماع الله معنا حضور الرب عندما أعطى الإرسالي قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر يا لها من كلمات معزية يا لها من كلمات غنية تعطينا تعزي تعطينا رجاء تعطينا ثقة تعطينا قوة إحساس أنه الرب مش بعيد أنه إلهنا شخصي إلهنا حاضر معنا الله معنا جاء في صورة يسوع المسيح وسأل اليوم إليك هل اختبرت حضور الله في حياتك كتير ناس عندها معلومات عن يسوع عن يسوع في كتير ناس بروحوا على الكنيس في كتير ناس بتردد صلوات لكن مش مختبر حضور الله في حياتها مش مختبر الآية التي تقول يسوع حياتنا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد أو مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا إنه إحساس جميل وتعبير جميل الله معنا والله معنا هذا مش بس كان في ولادة يسوع المسيح إنه معنا الآن حي حاضر يسمع ويستجيب دعائك ويستجيب طلباتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اص Lay'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'n'Azimu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Namu'Nam إله قدير أبا أبديا عجيبا مشيرا عما نقيل الله معنا لكن واحدة من النبوات أيضا العظيمة في رسالة أو في نبوة النبي ميخا إصحاح خمسة والآية 2 تتكلم عن مولود بيت لحم يقول وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن هذا الذي يولد في بيت لحم مكتوب عنه أنه هو الأزلي الأزلي يعني لا بداية له ولا نهاية وهذه الآية على فكرة تكررت مرارا في الكتاب المقدس ولسيما في الشعياء واقتبسها الرب يسوع على نفسه قال في سف رؤية أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء هذه النبوات التي قيلت عن يهوى قديما قيلت عن يسوع أيضا فالمسيح اللي ولد في بيت لحم هو الإله الأزلي الإله الأزلي وهذا أحبائي بيعطينا السرور أنه إحنا في حما مش مجرد نبي أجو راح إحنا في حما إله منتصر ظافر حي إلى أبد الأبدين يسمع يتواصل يتفاعل مع احتياجاتنا فيه طبعا يعني أسماء كثير ذكرت في الميلاد خليني أذكر مثلا بيتكلم في نبوة نبي شرير في العهد القديم اسمه بلعام بسميه نجم يعقوب ولما المجوز تبعوا النجم وقف النجم حيث وين كان يسوع المسيح واحدة من الأسماء اللي مذكورة بشكل مستمر المسيح يعني قال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فمعروف أحبائي من النبوات نبوة الدنيال ونبوات العهد القديم أنه المجيء المسيح الشعب القديم شعب اليهود كان بيستنوا المسيح المنتظر وفي البشارة أحبائي للرعاة بيتكلم المسيح مخلص الرب وهذه بتشبه البشارة اللي تكلم فيها الملاك للقديسة مريم العذراء عندما سألت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله من هذه الآيات بتشوف أن يسوع هو المسيح هو الممسوح هو التتميم لنبوات العهد القديم وكلمة ممسوح هي كلمة جميلة جدا ممسوح مش بالزيت مثل الملوك ومثل الكهنة أحبائي للخدمة لكن مسحة المسيح مسحة الابتهاج مسحة إلهية كما قال يسوع في مجمع الناصرة روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأشفي المنكسر القلوب وأيضا أحبائي قيل عن يسوع في أعمال عشرة يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس فهذا يعطي المصداقية وهذا يعطي الشرعية أنه فعلا يسوع هو ابن داود تمت فيه نبوات العهد القديم وأنه المسيح أي الممسوح من الله مسحة إلهية وأنه الله ختم على يسوع المسيح وأنه الله صادق وكل من يؤمن بيسوع أنه المسيح ولد من الله كما يقول الكتاب المقدس ولاحظ من الآية التي اقتبستها كلام الملاك للمطوبة القديسة مريم العذراء إذ قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك لاحظ الكلمة الأولى القدوس بالعربي في قديس وفي قدوس بالعبر نفس التعبير في كديش وكدوش كدوش تقال عن الله وحده فكيف يتنبأ الملاك للقديسة مريم ويقول أن الطفل اللي رح يكون في بطنها هو القدوس هذه واحدة من أسماء الله وتكررت بالكتاب المقدس في سفر اللويين وتكررت في سفر إشعياء اللي بتتكلم عن شخص كمان عن الله القدوس يسوع المسيح ومش بس المولود منك القدوس يدعى ابن الله وإحنا حكينا حلقة كاملة عن ابن الله فيك ترجع لهذه الحلقة كلمة ابن الله يعني مش من الأرض هذا تميز المسيح أنه يختلف عن سائر البشر أنه حبل به بالروح القدس ولاته عذروية وأنه جاء من السماء جاء من السماء كما قال عنه يحنى الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فإذن يسوع المسيح ابن الله هو الذي يعبر عن جوهر الله وهو الذي يعلن الذات الإلهية والذات الإلهية معلنة من خلال شخص المسيح قال يسوع من رأاني فقد رأى الرب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره هو التعبير التعبير عن الله بتشوف الصفات والطبيعة والأعمال والأسماء والمحبة كلها في شخص يسوع المسيح وهذه المواصفات لا تجدها إلا في الله وحده فالمسيح هو ابن الله شيء آخر أحبائي واحدة من الأسماء المشهورة ليسوع المسيح مكتوب عنه أنه ابن داود وقيلت عنه يوسف أيضا نجار ابن داود لأنه يوسف ومريم جاءوا من نسل داود وهي نبوة ابن داود أنه الرب وعد داود أنه لا يفقد يعني في نسله لازم يضل نسله إلى الأبد وهذا النسل الملوك استمر إلى مجيء يسوع المسيح في بشارة متى بيصل يعني عن يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فإذن كل فلان ولد ولد لكن عندما وصل إلى يوسف رجل مريم لأنه المسيح كانت ولادته عذراوية من مريم العذراء فإذن أحبائي يدعى ابن داود لأنه جاء من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بقوة القيامة من الأموات هذه الأسماء هذه المواصفات بتعبرنا عن هوية وشخصية يسوع المسيح طبعا في أسماء كثيرة الملك أين هو المولود ملك اليهود سألة المجوس وأعطوه الهدية الذهب وهذه هدية تقدم إلى ملك وأعطوه البخور وهذه الهدية تقدم لإله وأعطوه لبان هذه تقدم هدية للشخص الذي يفدي الذي يقدم نفسه فدية وذبيحة وهذه المواصفات أحبائي كانت في شخص يسوع المسيح واحدة من الأسماء العظيمة اللي لقب فيها يسوع المسيح عند ولادته كلمة الله يدعى اسمه كلمة الله والكلمة هي لوجوس تعبير عن العقل الإلهي وهذه الكلمة تميز بها يحنى البشير في إنجيل يحنى إثقال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق واحدة من أسماء المسيح كلمة الله تعبير عن جوهر الله وعن نطق الله وعن عقل الله فهو الكلمة اللي اتخذ جسد في ملء الزمان وأيضا في سفر الرؤية نشوف يسوع في السماء على فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب ومكتوب عنه يدعى كلمة الله استمر أحبائي لأنها واحدة من مواصفات المسيح التي تعبر عن الفداء في ملء الزمان إذ الكلمة يعني صار جسدا وحل بيننا شيء تاني أحبائي قال الملاك للقديسة مريم وليوسف يعني تدعين اسمه يدعى اسمه يسوع أو تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وهذا بيتكرر مع ترديد الملاك عندما قال أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فإذن يسوع يهوى يخلص مسيح الرب المخلص وهذه وحدة ليس بس مجرد اسم أو لقب ليسوع المسيح نطلق على يسوع المسيح لكن تحمل في ثنياه وطياته عمل خارق عمل عظيم جدا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص والكتاب أحبائي بيتكلم بكل وضوح عن يسوع المسيح مكتوب عن يسوع وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص قال بولوس وسيلة في أعمال عشرين لسجان فليبي آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وقال أيضا بولوس الرسول لأن كل من يدعو يقتبس العهد القديم كل من يدعو باسم الرب يخلص أو ينجو فهذا الخلاص هو خلاص النجاة وهذا الخلاص خلاص من الخطية وهذا الخلاص وخلاص من الدينونة وهذا الخلاص خلاص من الضياع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وهذا الخلاص من الهلاك وهذا الخلاص وخلاص كامل خلاص أدبي خلاص أبدي أحبائي خلاص كامل من خلال يسوع المسيح يسوع يعني يخلص والخلاص يخلص شعبه من خطيهم الناس بشرت بأنبياء كثيرون في العهد القديم وحاولوا يحذروا وينذروا الناس ويعطوا تشجيع وبأي وسيلة يربطوا الناس مع الله لكن كل هذه الأمور فشلت فالناس لا تحتاج إلى نبي ولا مصلح ولا رسول تحتاج إلى مخلص فالنموس في العهد القديم كشف وأظهر عجز عجز الإنسان بوصوله إلى الله فالمسيح جاء ليخلصنا من الخطية حتى يفتدينا من لعنة النموس ويكتب أسماءنا في سفر الحياة يسوع هو المخلص وهذا الاسم اللي أكتر اسم بيتكرر في هذه الأيام حبائي بحب أعطيك فرصة أنك تتواصل معنا فيك تتواصل عن طريق التلفون الهاتف الموجود أمامك فيك تتواصل عن طريق السكايب أو المسنجر على الفيسبوك في كل وسائل فيك تتواصل بحب أسمع منك رح أستكمل نرجع نكمل حديث أو مكالمة منك بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة أسماء المسيح عند الميلاد حبائي هذه الأسماء تعبر عن هوية يسوع المسيح تعبر عن عظمة يسوع المسيح تعبر عن طبيعة يسوع عن هويته عن شخصه عن عمله عن صفاته عن كماله تعبر عن المسيح الإنسان الكامل عن المسيح الله الكامل اتحاد كامل بين الطبيعتين اللهوتية والنسوتية في شخص واحد في شخص يسوع المسيح كمان واحدة من الأسباء التي أطلقت على يسوع المسيح في الميلاد مسيح الرب هو الرب وهي الرب أحبائي كلمة لها معنى عظيم جدا أحيانا تطلق الرب على كلمة سيد لكن حتما عندما يتحدث عن يسوع المسيح مش بيتكلم عن مجرد سيادة أو سيد تتكلم عن ربوبية يعني زي الملك يتوج رب مثلا هكذا المسيح هو رب هو ملك هو سيد هو مخلص الرب أحبائي هو اللي اللي منعلن ولائنا لإله وخضوعنا لشخصه ومنتوجه رب على حياتنا وهي الكلمة بتتكرر في صفحات العهدين العهد القديم والعهد الجديد كانت تطلق على المسيح كرب كمعلم كانت تطلق عليه كسيد أيضا لكن كتير مرات أطلقت عليه كرب كصفة لاهتية اتميز فيها يسوع المسيح كما نقول عن الله هو الرب يسوع هو الرب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب هو رب لمجد الله الآب ويقول الكتاب المقدس لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فإذن هذا إعلان إلهي عندما تتوج المسيح ملك ورب على حياتك فهذه واحدة من الأسماء التي أعطيت لشخص الرب يسوع عند الميلاد في أسماء مثلا المسيح آية علامة وهي العلامة يعني شيء متميز خاص في يسوع المسيح ليه خاص لأنه ولد من عذراء ولادي عذراوية وأيضا دعي رحمة يعني من خلال الأنشيد التي أنشدت في عيد الميلاد تستشف أنه المسيح هو الرحمة وهي الآية ورحمة أحبائي أطلقت على يسوع المسيح وهذه الصفات والأسماء لا تطلق إلا على الله وطبعا أطلق على يسوع أيضا العظيم وأسماء كثيرة أحبائي التي تسمى فيها يسوع المسيح لكن دعني أركز كمان على اسم أو اتنين في هذه الفترة وإذا عندك أي مداخلة أي سؤال فيك تتواصل معنا في هذا الوقت واحدة من أسماء المسيح التي تكررت في فترة الميلاد وفي حياة يسوع وخدمة يسوع المسيح هو النور نور العالم النور الحقيقي نور إعلان للأمم المشرق نور من الأعالي الجالسين في أرض زلال الموت أشرق عليهم نور فالكلمة بتتكرر عدة مرات وهذا النور أحبائي صفة أطلقت على المسيح على المسيح ليه لأن دلالة على الخلاص فيها فتح عيون مكتوب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته يقول أيضا أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب فإذن هذا النور مش بس صفة ومش بس طبيعة يسوع المسيح هذا اختبار عن يسوع المسيح قال يسوع المسيح أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة المسيح قال أنا هو نور العالم في العهد القديم في مزمور سبع وعشرين قيل عن الرب يهوى الرب يهوى نوري وخلاصي فإذن من هذه الآيات نستشف أن المسيح النور شو النور لن عنده القدرة أن يفتح عيون العمي فالمسيح فتح عيون العمي وفتح عيني المولود أعمى خلق له عيون جديدة والمسيح عندما تقابل مع شاول الترسوس على الطريق إلى دمشق اسمع مقال لشاول قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فالظلمة هي كلمة مترادفة لكلمة الجهل وأيضا الظلام وسيادة الشيطان لكن عندما نتحرر من يسوع نتحرر من خلال يسوع المسيح فالمسيح يحررنا من الظلمة عندها ينطبق علينا كما قيل ولا تشترك بأعمال الظلمة الغير مثمرة بل بالحري وابخوها هذا وأنكم عارفون الوقت أنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور وهذا النور أحبائي من خلال شخص الرب يسوع المسيح اللي عند ولادته قيلت هذه الكلمات العظيمة عن شخصه المبارك يسوع المسيح هو نور العالم شيء آخر تعرفوا لما تنبأ الشعياء في شعية 42 آية 6 وشعية 49 آية 6 والرسول بولوس اقتبسها في أعمال 13 آية 47 نور للأمم كان بيتكلم عن يسوع المسيح وفعلا هاي النبوات قيلت في زمن تنبأ شعياء أن أصباط إسرائيل ستأخذ إلى السبيل الأشوري فعلا هذه الأصباط اللي رأت الظلام وجلسوا في ظلمة هذا الموت هم الذين أشرق عليهم نور من خلال مجيء النور يسوع المسيح اللي هو نور العالم حبائي في صفة أخرى مهمة جدا اللي هو الغرض من بشارة الميلاد الرسول بولوس بيتكلم عن ولادة يسوع وبيدمجها في صلب المسيح أيضا يقول في غلاطي أربعة والآية أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ليفتدي الذين فإذن واحد من أسماء المسيح يعني كانوا بينتظروا الفداء وتعزية إسرائيل وهنا في غلاطيا بيتكلم عن الفداء من خلال يسوع المسيح والفادي أحبائي ينبغي أن يكون قريب من الإنسان بحسب مواصفات العهد القديم وأنه لازم يكون عنده الشرعية والإمكان أنه يحل ويفك ويقوم بدور الوكيل والفادي جوئيل في اللغة العبرية اللي بالعربي ترجمناها الولي يعني أوكي بس هاي الفادي لها كلمة أكبر كلمة أعمى الفداء أحبائي هو الشراء بدفع الثمن فالمسيح اشترانا كما يقول لأنكم اشتريتم بثمن لأنكم لستم لأنفسكم بل الذي مات لأجلكم وقام فأحبائي المسيح اشترانا ودفع فينا ثمن باهز دمه الكريم وهنا تسمى كلمة الفداء الفداء احنا ما من استحق أحبائي لكن فيه شخص اللي هو إنسان بس إنسان كامل بلا خطية وهو حمل الله بلا عيب بلا دنس بلا لوم كامل بلا خطية حتى يكفر عن خطيتي وخطيتك بس لازم يكون كامل لأنه إنسان لا يستطيع أن يفدي إنسان واحد فإذا كان الإنسان كامل بدون خطية يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية فالمسيح هويته من السماء جاء إلى الأرض وأخذ يعني جسم بشريتنا ما عاد الخطية حتى يكون عنده الكفاءة أن يكون الفادي فالفادي غير مخلوق بيكون مولود حتى يكون مساوي للإنسان ويتعاطف مع الإنسان في احتياجنا وبشريتنا وهذه المواصفات لا تجدها إلا في شخص واحد الإله الكامل والإنسان الكامل وهذه مواصفات وهذه الكفاءة التي تمتع فيها يسوع المسيح وحده فكإله كابن ابن الله استطاع أن يرضي الله ويوفي العدالة الإلهية كابن الإنسان استطاع أن يرضي الله ولكن من ناحية أخرى استطاع أن يكمل عمل الفداء بجدارة لأنه ابن الإنسان الكامل ولأنه أكمل عمل الإنسان بجدارة يعني المسيح هو ملك وفردا أنه ملك أراد أنه يخلع ثياب الملكية ويلبس توب فقير ويمشي على الأرض فهل تغيرت طبيعته أو جوهره هو ملك وتخيل أنه في حرب بين مملكتين هذا الملك راح وتمرن وتدرب مثل أي جندي آخر وربح المعركة ورجع وتوج كملك فتوج كملك لأنه انتصر في الحرب بجدارة وأيضا لأنه أصلا طبيعته ملك لأنه هذا جاء من العرش الملوكي هذه المواصفات لا تجدها إلا في شخص واحد هو الرب يسوع المسيح كابن الإنسان الكامل بلا خطية استطاع أن يكفر عن خطايا البشرية كلها ماضي حاضر مستقبل يوفي العدالة الإلهية والمطالب الإلهية واستجمع واستكمل كل شيء في شخصه المبارك فهو الفادي اللي دفع ثم بدم نفسه واشترانا من نفسه إلى نفسه ما هذا حق له أصلا من الخليقة لكن بالفداء استرجعنا واشترانا لنفسه حتى نكون ملكه ومعه إلى أبد الآبدين أحبائي قصة الميلاد هي قصة الحب العجيب هي قصة معاملات الله هي قصة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد من أجلك ومن أجله هي قصة جميلة مش بس نتمتع فيها في ديسمبر و جينواري في أيام الميلاد لكن هي تعبير عن مخطط الله وعن رؤية الله وعن هدف الله للبشرية خلاصك وخلاصي فمن خلال أسماء المسيح الميلادية أحبائي منشوف أن الله بيتواصل أن الله بيتعامل وهل توجد وسيلة أخرى أن الله يتواصل غير أنه يتخذ جسد وهل هذا الشيء صعب ومستحيل على الله أن قصة الميلاد أحبائي هي قصة أحداث وتسلسل من المعجزات عندما ابتدأ الملاك جبرائيل وجاء وبشر زكريا في الهيكل عندما كان يكهن ويقدم البخور على مذبح البخور وطبعا الملاك دربوا بالخرص لأنه لم يصدق كلام الملاك إلى أن جاء يحن المعمدان وعندما جاء الملاك جبرائيل وبشر القديس مريم العذراء وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فطبعا كان جواب الملاك بعد هذا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله كان كلام الملاك لمريم أنه هذا أليصبات نسيبتك أليصبات حبلة بابن في شيخوختها يعني أن المعجزة مش بس مع مريم المعجزة مع أليصبات أليصبات كانت عجوز يعني خلص مر زمن الخلف عليها والمشكلة الأصعب والأكبر أنه من أصلا كانت عاقر لكنه يقول لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله قصة الميلاد أحبائي تعبير عن عظمة الله عن خلاص الله عن قدرة الله عن معاملات الله عن تفاعل الله عن تواصل الله الله عاوز يتواصل معك ومعي من خلال يسوع المسيح وهذا التواصل بيتكلم عنه الكتاب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالرب عاوز يتواصل معاك وعشان يتواصل معاك اتخذ جسد إنسان كامل مر في كل الظروف يعني ما أجاش المسيح طفل كامل أو بالغ ناضغ ما أجاش بظهور ملائكة ما أجاش بقوة عظيمة جدا يهز السماء والأرض اختار إنه يولد في بيت لحم قرية متواضعة يولد في مذود حقير يعيش في بلدة متواضعة الناصرة وإنه حتى في حياته ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه وهكذا حبائي عاش يسوع المسيح وتعاطف مع بشريتنا في كل نواحي الحياة إختتن في اليوم الثامن قامت مريم في أعمال التطهير في الهيكل كما عادت اليهود ومكتوب عنه إنه يعني في ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفي مولودا من امرأة مولود تحت النموس يتمم كل شيء في النموس لا ينقض النموس ليفتدي الذين تحت النموس لأنه فعلا النموس عم بقول انت خاطئ انت عاجز صعب تصل لالله مين ممكن يكون كامل عشان تصل لالله لازم يكون شخص كامل الكتاب المقدس حكم علينا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد التاني وتجديد الروح القدس يقول الرسول بولوس الى اهل افسوس كنيسة افسوس لانكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها اعجزنا حباء لا اعمالنا بتوصلنا ولا الذبايح والصلاة ولا البر وصلنا حتى في اشعي بقول جميع اعمال برنا كخرقة نجسة يعني نجسي امام الله ولا اشعي ممكن وصلنا لالرب فالخلاص هو مبادرة الهية فهذا الخلاص بالنعمة هذا الخلاص بدم يسوع المسيح هذا الخلاص احبائي بعمل الايمان في القلب عندما تتوج المسيح رب ومخلص على حياتك في هذه الايام وبينما تحتفل الملايين بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح بغض النظر اذا كان الغربي او الشرقي ولد المسيح في ملء الزمان لكن احبائي وانت عم بتزين وانت عم بتقدم الهدايا هل شكرت الله كما قال رسول بولوس شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها المسيح هو اعظم هدية اعظم عطية هو عطية الله لكل واحد لنا ولسيما في هذه الايام في ايام الميلاد خلينا نسترجع الزكريات انا ليش بحتفل بعيد الميلاد وماذا يعني لي الميلاد وهل فعلا يحق لي ان احتفل بميلاد الرب يسوع المسيح وبالحقيقة احبائي هذه الاعياد معليش سامحوني كلها من صنع البشر لا الكتاب بقول عيد ولا كده لكن احنا منعيدها عشان نتذكرها لكن اعظم عيد انه عيد الميلاد هو يسوع المخلص ولد لكي يموت يعني ولد تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس فاذا ولادة يسوع المسيح هو من نسل المرأة ليفتدي وهذا الفداء تم بموت الرب على الصليب حبائي عندما نحتفل بعيد الميلاد تذكر الام يوسف والمعاناة تذكر الام القديسة مريم تذكر النبوة التي قيلت عنها سيجوز في نفسك السيف تخايل وهم عم بهين يسوع المسيح وبقولوا عنه هذا مش ابن مريم وبينعتوا بأسماء يعني صعبة جدا تخايل مريم وهي تسمع هذه الكلمات وتقول في داخل لو تعرفوا مين هذا الطفل اللي بتحتفله فيه أو مين هذا الطفل اللي العالم بيحتفل فيه أحبائي إن هذا الطفل يسوع المخلص إنه إنه الإله القدير الأزلي إنه عما نقيل الله معنا إنه الرب إنه نور العالم إنه الفادي وأنا بدعوك اليوم وثق إنه بقوتك بأعمالك بصلاحك مستحيل تصل للخلاص لكن اقبل نعمة الرب المسيح غسلنا بدمه من ألفين سنة ودفعت ثمن دمه من أجلك ومن أجله حتى تنال الفداء كل ما عليك إنك تصدق وتقبل تعرف تيجي للرب مثل ما أنت تقول يا رب أنا فعلا أدرك إنه أنا عم بعيد ومش عارف شو عم بعيد وأنا عم بحتفل ومش مدرك شو هي قصة الميلاد وأنا بشكرك لأنك أنت الإله القدير أنت المخلص الوحيد صليها من قلبك قل له يا رب يسوع خلصني صليها وإنت في مكانك ممكن تصلي هاي الصلاة قل له بشكرك لأنك حبيتني صليها بشكرك لأنك فديتني صليها ما تستحي صليها اليوم قل له يا رب أنا مش عارف زراعة للسماء ولا لا لكن اليوم أنا بضع ثقة وإيمانك عشان تكتب اسمي في سفر الحياة أسألك سؤال هل تريد أنه اسمك يتكتب اليوم في سفر الحياة؟ مكتوب الذي يؤمن به لا يخزى الذي يؤمن بالابن لا يدان بل يرى الحياة الأبدية أحبائي هل بدك الحياة الأبدية؟ بدك الخلاص الكامل؟ بدك اسمك يكتب في سفر حياة؟ ادعو المسيح رب على حياتك قل له سامحني أنا الخاطئ أنا أؤمن بيك أيها رب يسوع تعال أسكن قلبي وحياتي أعطيني أعيش لك في اسمك أيها رب يسوع بحب أسمع منك اشتركوا في القناة